تلقى صاحب السمون ملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العالى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة فوز المنتخب العسكري في بطولة العالم العسكرية للغولف والحصول على المركز الأول والثاني في منافسات الفردي لفئة السينير والمركز الثالث على مستوى الفرق في النسخة الخامسة عشرة والتي قيمت مؤخرا في جمهورية زمبابوي